موسيقى طلبتنا العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبر فضائية العراق التربوية لنقدم إجابات لأسئلة الإختبار الألكتروني لمادة اللغة العربية الأسبوع الأول الأسبوع الأول أو الوحدة الأولى تضمنت الميزان الصرفي علم الصرف هو العلم الذي يعنى بالتغير الحاصل في الكلمة من حيث الزيادة أو النقصان في أصولها إذن علم الصرف هو العلم الذي يعنى بالتغير الحاصل في الكلمة من زيادة أو نقصان في أصولها الآن سنجيب على الأسئلة المطروحة ضمن هذا الموضوع وهو الميزان الصرفي السؤال الأول طلبتنا الأعزاء السؤال الأول ماذا يقول؟ زن الكلمات الآتية زن الكلمات الآتية ما هذه الكلمات؟ سميع، قل، يرث، يقف، وذهب هذه الكلمات ما وزنها من حيث الميزان الصرفي كلمة سميع جاءت على وزن فعيل فأصل الكلمة سمع أصل الكلمة عزيز الطالب سمع ما الزيادة التي حصلت في هذه الكلمة؟ حصلت الزيادة في الياء بين عين الكلمة ولام الكلمة فسميع على وزن فعيل والياء أحد أحرف الزيادة التي تجمعها كلمة سألتموا نيها الكلمة الأخرى قل، قل، فعل أمر مبني على السكون قل، ما الوزن الصرفي للفعل؟ قل، قل، أصله قال فعل أجوف محتل الوسط بالألف أين الألف؟ إذن حذفت الألف عندما تحذف الألف في الكلمة أيضاً يحذف ما يقابلها في الميزان الصرفي فإذن قل على وزن فل ما المحذوف؟ عين الفعل عين الكلمة أو عين الفعل الفعل يرثو الفعل يرثو أصل الفعل ورثة وهو فعل مثال مبدو بالواو أين الواو؟ حذفت عند تحويل الفعل إلى المضارع يرثو على وزن يعلو فاء الكلمة حذفت إذن لا توجد أيضاً في الميزان التي تجمعها مادة الفاء التي تمثل الحرف الأول والعين تمثل وسط الكلمة واللام تمثل آخر الكلمة يقف من وقف فعل مثال مبدو بالواو وقف المضارع من وقف يقف أين ذهبت الواو التي تمثل فاء الكلمة؟ حذفت إذن تحذف أيضاً في الميزان فيقف على وزن يعلو يقف على وزن يعلو كذلك الفعل ذهب ذهب متكون من أصول ثلاثة ذهب من الذاء والهاء والباء هذه أصول ثلاثة فنقول الوزن ذهب فعله فعله إذن السؤال الأول هو زن الكلمات الآتية وهذا السؤال عزيز الطالب هو مهم في الامتحانات الوزارية مهم جداً في الامتحانات الوزارية لمادة الميزان أو مفردة الميزان الصرفي ننتقل عزيز الطالب إلى السؤال الثاني ننتقل إلى السؤال الثاني ماذا يقول؟ بين الأحرف المحذوفة بين الأحرف المحذوفة في الكلمات المكتوبة باللون الأحمر ثم زنها ثم زنها يزد يزد من الفعل زادة من الفعل زادة أصل الفعل زادة تحول إلى الفعل المضارع يزد الألف عين الكلمة أو الألف عين الكلمة هي التي حذفت فالوزن يفل فالوزن يفل كذلك الفعل قي الفعل قي فعل أمر قي نفسك من الكذب قي فعل أمر ما الذي بقي من أصول الفعل نعود إلى أصل الفعل وقع أصل الفعل وقع ما المحذوف؟ المحذوف فائل فعل أو فائل كلمة وكذلك المحذوف لا من الكلمة ماذا بقي؟ عين الكلمة فقط إذن قي على وزن عي قي على وزن عي لأن أصل الفعل وقع أصل الفعل وقع ادعو ادعو فعل أمر من دعا يدعو ادعو كونه محتل الآخر حذفة حذفة لام الكلمة التي هي الواو وادعو إذن على وزن افعو ما المحذوف؟ لام الكلمة لام الكلمة أو الأصل الثالث من الكلمة ننتقل الآن عزيز الطالب إلى السؤال الثالث السؤال الثالث رد الكلمات المكتوبة باللون الأحمر إلى أصلها وعين الأحرف المحذوفة رد الكلمات أو الكلمة المكتوبة باللون إلى أصلها وعين الأحرف المحذوفة ما الكلمة؟ ذق الكلمة ذق فعل أمر نعود إلى أصل الأفعال وهو الفعل الماضي ذاقة ذاقة ما المحذوف من ذق وذاقة؟ المحذوف الألف التي تمثل عين الكلمة ما وزنه؟ ذق فل فل لأن المحذوف الألف وهو يمثل عين الفعل أو عين الكلمة لماذا؟ لأن كل أجوف كل فعل أجوف وهو معتل الوسط بالألف تحذف هذه عند الأمر قل وذق وإلى آخره صن من صانه الآن عزيز الطالب ننتقل إلى أسئلة المفردة الأولى أو الوحدة الأولى من وحدات كتاب الصف الثالث من توسط الجزء الأول وهو مفردة أو وحدة الأدب الأدب الحديث الأدب الحديث انتقلت عزيز الطالب لفظة الأدب من معنى إلى آخر عبر العصور فكانت تعني في عصر ما قبل الإسلام بالمأدبة مأدبة الطعام والآدب هو الداعي إلى الطعام عندما جاء العصر الإسلامي تحولت هذه المفردة من دلالة الدعوة إلى الطعام إلى دلالة الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبني ربي فأحسن تأذيبي ثم بعد ذلك انتقلت هذه اللفظة في العصر الأموي إلى التعليم المؤدبين المعلمين وكذلك انتقلت في العصر العباسي إلى الأمر التهذيبي واضح؟ بعد ذلك تطورت دلالة لفظة أدب إلى أن الآن هو ما ينتجه الشعراء والأدبة من جميل الشعري والنثري الآن نطرح أسئلة على المفردة الأولى من المفردات الأدب الحديث فالسؤال الأول ماذا يقول؟ ما قسم الأدب؟ ما قسم الأدب؟ وما الأنواع أو الأجناس المنبثقة من كل قسم ما أقسام الأدب؟ وما الأجناس التي انبثقت من كل قسم قسم الأدب هو الشعر والشعر هو الكلام الموزون المقفى الشعر هو الكلام الموزون المقفى السؤال الآخر ما أجناس الشعر أو ما أنواع الشعر؟ الشعر هناك شعر وجداني ويسمى غنائي وهناك شعر ملحمي وهناك شعر مسرحي أو تمثيلي وهناك شعر تعليمي هذه هي أجناس الشعر ننتقل إلى النوع الآخر من الأدب وهو النثر ننتقل إلى النوع الآخر من الأدب وهو النثر وهو الكلام المرسل الذي لا يخضع لا إلى وزن ولا إلى القافية ولا إلى القافية إذن هو الكلام المرسل غير الموزون غير المقفة ما أنواع النثر؟ أجناس النثر كثيرة منها المقامة والمقالة والخطابة والرواية والقصة والأقصوصة ننتقل إلى السؤال الثاني من أسئلة الأدب ننتقل إلى السؤال الثاني من أسئلة الأدب وهي ما هي مظاهر التغيير التي دخلت في موضوعات القصيدة في العصر الأموي؟ ما هي مظاهر التغيير التي دخلت على موضوعات القصيدة؟ أين؟ في العصر الأموي لقد دخلت في هذا العصر بعض الموضوعات على القصيدة العربية منها الغزل والمديح والهجاء هناك ملحوظة مهمة الغزل والمديح والهجاء قيلة في العصور السابقة لكن ما الجديد في ذلك؟ الجديد ظهور القصيدة السياسية وشعر الحنين إلى الأوطان إذن ظهور القصيدة السياسية لم يسبق في العصور التي سبقت العصر الأموي ظهور القصيدة السياسية وكذلك غرض الحنين إلى الأوطان السؤال الثالث عزيز الطالب السؤال الثالث يقول علل ما يأتي علل ما يأتي يعد العصر الأموي عصر الخطابة الذهبي يعد العصر الأموي عصر الخطابة نعم السؤال مجيب عن نفسه لماذا يعد العصر الأموي عصر الخطابة لأن الخطابة ازدهرت فإن الخطابة ازدهر في هذا العصر الجواب فقد تضاعفت الحاجة إلى النثر وإليها إلى الخطابة وازدهرت هذه الخطابة في هذا العصر حتى عد العصر الذهبي للخطابة السؤال الثاني اختلف الباحثون في بداية العصر الحديث إلا أن بعضهم عد حملة نابليون انطلاقة للعصر الحديث لما تركته هذه الحملة من آثار على الحياة الثقافية المصرية وتمثلت في تأسيس مطبعة بولاق وكذلك إصدار جريدة الوقاعة المصرية وإرسال البحثات وتأسيس معاهد التعليم هذه الإجراءات جعلت تثقيف الشعب وتثقيف أبناء الوطن جعلت هي بداية للأدب الحديث من خلال تأسيس مطبعة بولاق وكذلك انتشار الصحف من خلال الطباعة وكذلك إرسال البحثات العلمية إلى الخارج والاستفادة منها ثم عودتهم وما يفيدون بلدهم وتأسيس معاهد التعليم كذلك ننتقل إلى السؤال اذكر عوامل النهضة اذكر عوامل النهضة عوامل النهضة هي حملة نابليون تعتبر عامل من عوامل النهضة والبعثات العلمية وإنشاء المدارس والصحافة والطباعة وكذلك حركة التأليف والترجمة إذن الوحدة الأولى من وحدات الكتاب تتضمن قواعد اللغة العربية وهو الميزان الصرفي وكذلك يتضمن نشأة الأدب نشأة الأدب الميزان الصرفي قلنا هو العلم الذي يعنى بما يطرأ من تغيير على الكلمة من زيادة أو نقصان في أصولها واضح؟ إذن هذا عزيز الطالب ما يسمح به وقت الدرس وأشكركم لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة